قديش أنت بتبيع بورغير قديش تبيع رز قديش تبيع بناء علينا بنعرف حجم المعدات التي أنت بتحتاجها ما بين وقت الذروة وما بين وقات غير الذروة هذه من أكثر الأشياء اللي تيجينا أنه عندنا تأخير بالطلبات أخير تأخير لما تروح تشوف الموقع تجد أنه في مشاكل بتصميم المطبخ أنت قديش تبيع لازم يصير عندك منطقة التخزين كافية لتخزين المنتجات هذه اللي أنت بتبيعها مو معقول أنت بتبيع مثل 10 ألاف وبالنهاية منطقة التخزين تتسع لمنتجات تديمت مثل 3 ألاف أو 4 ألاف ريال يلا حيهم اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا للناس المهتمين في خطاع المطاعم وتحديدا اللي بيفتحون مطعم لأول مرة نتكلم عن تصميم المطابخ وما أتكلم عن الجانب الشكلي للتصميم أتكلم عن كيف تصمم مطبخ المطعم بشكل يحقق الاستفادة الكاملة من المساحة المخصصة للمطبخ بدون ما تزيدها أو تنقصها كيف ترفع كفاءة التشغيل عن طريق توزيع المعدات في المطبخ وشي الاختلاف ما بين المطابخ ويختلف أنواعها وشي اللي يأثر أو العناصر اللي يتأثر على تصميم مطابخ المطاعم متى المطاعم تحتاج إلى مطبخ مركزي ومتى تحتاج أنه خلاص تعد كل شيء داخل الفروع فاليوم نستضيف خبير في هذا المجال صالح زميع أسس شركة اسمها إيزاء قدمت تقريبا قريب من الألف استشارة للمطاعم كثيرة جدا في مطاعم متنوعة بشكل كبير فعنده خبر كبير في المجال بنسالف معاه عن التحديات اللي تواجه صحاب المطاعم في تصميم المطابخ عن الاختلافات اللي فيها عن المشاكل اللي تواجهون فيها أصحاب المطاعم عادة بسبب القرارات الخاطرة اللي يتخذونها في التصميم عن أيضا احتياج المطاعم القائمة أنها تعامل مع شركات زي شركة إيزاء اللي يدعي ضيفنا اليوم لما في اللي شركة واحدة بس متخصف في هذا المجال حاجة المطاعم اللي تبقى توسع عن طريق الامتياز التجاري ليش تحتاج شركة تصمم لهم المطبخ بشكل يساعدهم على التوسع من خلال الامتياز التجاري فحلقتنا كلها مركزة على موضوع المطابخ حتى المطابخ السحابية دخلنا فيها برضو سهلافنا فيها شوي فبتكون مفيدة جدا بالنسبة المهتمين في هذا القطاع وانطلبت منها كثير صراحتا فأتمنى تعجبكم عليك الله وفي صالح يا أهلا ولو سهلا لعندكم في شركة إيزاء أنتم متخصصين في تصميم المطابخ المنشآت الغذائية صحيح صحيح كم وصلت وظاهر فوق 900 مطبخ بالله إن شاء الله نقول قريبا إن شاء الله حنا وياكم بوصولنا إن شاء الله ألف مطبخ تجاري بس هذي ألف منشآة مطبخ تجاري يعني بغض النظر ممكن بعضها برندات عندها أكثر من مطبخ مطبخ مركزي مطبخ في الفرعين وله ممكن فرع فرعين ثلاثة كذا يعني مو بشرط يعني جميل نهاية هما قريب من ألف حلو قبل ما نبدأ بس أبي عرف وش اللي وصلك لنوع البزنس هذا يعني أنا بالنسبة لي يمكن من خارج القطاع هذا بس ما قد قابلتها حتى صراحة متخصص في الموضوع هذا وحزب نقاشنا حتى قبل الحلقة تقول ما في أساسا شركات ثانية تقدم نفس الخدمة التي تقدمونا فهوش اللي وصلك للموضوع هذا هو هو شيء كثير من الشباب يعتقدوني مهندس هل ما أنا مهندس تخصص بالشريعة بس أنه يعني تقريبا يمكن قبل يعني تقريبا قبل 18 سنة كنت شغال في مطعم هندي وكان المطعم في مشاكل تأخير بالطلبات وكذا وتسعتنا وش شيف كنت شغال فيه مطعم هندي وش كان وظيفتك في المطعم كنت يعني داخل مع واحد زي ما تقول المدير كاليوم ما فيه الوظائف ومدير تشغيل ومدير تنبيه ما فيه بس زي ما تقول مسؤول بالمطعم يعني الشخص السعودي الوحيد المسؤول بالمطعم يعني نقول مدير أو أي شيء من هذا القبيل فكانت طلبات تاخر حدود ساعة ساعة ونص وكان فيه فوضى يعني في داخل المطبخ فجلستنا وشيف وكم مرة نحاول نعدل من الوضع بحيث أنه كانت يعني مثل القلاية حقة البطاطس في مكان والثلاجة حقة البطاطس في مكان ثاني تماما اللي العامل يروح يجيب البطاطس ممكن مسافة خمسة متار ستة متار ثم يرجع يحط البطاطس ثم يرجع مرة ثانية للثلاجة فجلستنا نعدل المطبخ والمطعم شغال حالو بدون القفال يعني كل يوم ناخذ زي ما تقول قسم صغير وكذا ونعدل ولما استطعنا أنا يعني مع تعديلات المطبخ وصلنا إلى أنه الطلبات بدل ما هي ساعة ونص صارت يعني ثلاثين دقيقة وخمس وثلاثين يعني وقتها كان ينجاز تقيت خليلي شيئا قريبة من بعضه بشكل ايه سبحانه العظيم جان عميل يعني وقال أنه واحد من العملاء كان جاي قبل وقعد الطلب ساعة ونص وبعدين جاء وشاف أنه الوقت تغير مثل ما تقول بعد شهر وطلب وقعد ذا وقال وسألني وش اللي صار وعطيته التغيرات وكذا ثم سبحانه يوم هو فتح لي المجال قال ليش ما تشتغل يعني بس كيف تقلط طلب ساعة ونص لأنه عندنا كل يوم محلي وعندنا سفري فما في عمال شوية عدد الموظفين وكذا عادي تقلط ساعة ونص ما مستلم الطلب يعني ما طعم رايح فيه هذا مر فوضى وجددين كلهم عندنا خبرة يصن الشيفة اللي جاي هذا جاي من من فندك يجلس على الطاول ويقعد له نص ساعة تيجي السلطات ما تعودوا على الزحمة ذي والناس كلها تبياكلها الحين وكلهم جوعانين وكذا يعني خلنقول عام قبل قدر لي قبل خمسة ستاعة سنة يعني ومشاء الله قديم قريب فالرجل هذا قال لي بما أنه كانت عددات وكان هو يشتغل يبدو لي بالبزنس قال أنا عارف بعض الشباب عندهم مطاعم وكذا وراء ما تشتغل اللي هو الزبون وبالفعل فتاح لي كل يوم كلم لي فنان وفنان وفنان عندهم مطاعم بالرياض وديت أشتغل طبعا موظف حكومي وش كان البوم منك نفسي اللي سويته في المطاعم هندي وكان عندهم بعض المشاكل وكل يوم ترى قليل اللي سعودي يدي المطاعم ترى بذلك الوقت الأسبوع كل يوم تستر كان مرة كبيرة ما كان فيه اهتمام بالموضوع بس ما أخذت العمل بجدية كنا نشتغل فإذا جاءنا أحد يبين عذا اشتغل نار وعدل نار واستمرت وأنا بوظيفتين حكومية تقريبا لما 2018 كنت المقابل على الخدمة دي ايه مقابل بسيط 2000 ريال كذين فلما 2018 2018 شفت أنه صراح تنسوك بحاجة وجلس مع بعض الشباب قال عندك ما شاء الله ليش ما تشتغل بهذا المجال وبالفعل يعني شفت أنه طبعا في زاد الطلب ذا كلوقت كان وصار فيه شوي يعني ثقافة صارت أعلى وصار فيها الطلب وبليت أنا أشوف نفسي عندي طلبات كثيرة فأحد قدمت استقلتي كنت بوزارة الشؤون الاجتماعي يعني آه توقيت تستقيل قريب 2018 2018 قالتك من قبل يعني لا لا 2018 بعدها أسسنا الشركة أنا واحد من الشباب وتخصصنا في هذا المجال أعتقد أنه لا يوجد شركة يعني تشتغل في هذا المجال حسب علمي يعني على الأقل على مستوى الخليج ما شفت وإن كنت أنا بحث أكثر أوسع منطقة الخليج نحن نبحث عن أشخاص يشتغلون معنا وعندهم خبرة في تصاميم المطابخ التجارية ما حصلنا هو الشباب اللي يتخرجوهم من الهندسة الصناعية المفروض أنهم يسير عندهم الخبرة هذه بس إنها للأسف ما يكفي بالشهادة تحتاج إلى خبرة ميدانية أنا أعتقد نتقدم يعني ما تقدم من شركات متخصصة في المجال هذا كثير مهم تقدم مثلا يكون شيف يعرف للأمور هذه يكون كذا يعرف مصمم يعرف للأمور هذه تكون في ناس يعني مهم متخصصين في شغلة هذه الحالة يقدمو خدمات ثانية ومنضمناها لشدمة هذه ومنضمها صحيح هذا على أقل من الضيوف اللي استضفناهم في اللي عندهم مطاعم ويشتغلون في القطاع هذا يتكلمون يشيرون لتصميم مطاعم بهالشكل أنه ترى هذا الشيف هو اللي يساعدنا أو فلان اللي يرمم للمطعم بالفعل الشيف هو تقريبا يقدر يساعدك بشكل كبير لكن أيش المشكلة هنا أنه يعني الشيف هذا مثل خبر نقول خبرته في المحلي في مطعم يعني مثل محلي وكذا أو خبرته في المشاوي لكن لما تجيب له مطعم فاسفود ما يعرف له يعني هو يعرف المنتجات اللي هو يشتغل عليها فما يعرف له بالضبط خاصة مثل أجينا مطاعم مثل حقة الشورمة يعني مثل عادي نضرب المتيلة يعني يعني مثل أجينا مثل مطعم مثل ماما نورة عندنا بيت الشورمة عندنا مثل أسطعاصم ولا شورمة جليلة كل كل براند من هذولا كل واحد عنده طريقة في تحضير الشورمة أنا أقصد التحضير النهائي للمنتج هنا تجد أمعلم هو اللي يقطع الشورمة وبجنبه واحد يحق الصوس الماينيز والثوم مدري إيش ويحط في طريقة ثانية لا المعلم شغلة انه بس يقطع الشورمة ويحطها بسفنديش ويعطيها قسم القسم ذلك هم اللي يحضرون هم اللي يغلفون هم اللي يسوون في قسم ثالث مثل جيت بيت الشورمة لا الطريقة مختلفة تماما في واحد يعبي الخبزة بالصوس والثوم وفيها معلم هذا هو اللي يخذه ويحط عليها الدجاج ويغلفها يعني أحيانا بعض المطاعم تجدها معلم هو اللي يغلف الشورمة وبعضهم ما يأمو هو اللي يغلف الشورمة اللي يغلفه واحد بجنبه الآن هم يقول شي الزراءات تشغيلها هل تيجي أول ولا التصميم يعني هل التصميم هو اللي يحكمها لا احنا نسأل العميل غالبا وش تجربة العميل اللي ينتبهها من يقرر أنا أسألك كفضول كشخص ما يعرف كثير في القطاع هذا من يقرر وش الترتيب اللي بيصير يعني هل الهول ولا تقطع شهور ما بدأت تحط مش قلت وش اسمه صاحب ها السنديش هذا هذا وش السنديش الصحون زي حق تلبوفيات المفتوحة مش هتها اللي يحط فيها ذا وتشيلها يعني ايه ف يقطعها أول يحطها عليها يبني في واحد ثاني يعبيها في الخطوات فمن يقرر الخطوات هذه أنت كصاحب مطعم وشها برسسة اللي تبي أو وش الطريقة التشغيلية اللي تحسنها مناسبة لك إذا أنت ما عندك خبرة حين نقول لك أنه ترى هذه تحتاج موظفين أكثر هذه تحتاج موظفين أقل كذا يعني ما نقدر نقول أن هذه الطريقة صح وهذه غلط يعني ما في شي صح ما في شي غلط كلها ممكن تصير صح ممكن تصير بحالتك غلط أحيانا ترى المساحة تحكم أحيانا مساحة تحكم أنك تلجأ للطريقة هذه أفضل من الطريقة هذه وأنت كم مطعم مشتغلت معك إلى ما قدم استغلتك أتوقع حدود يمكن الأربعين أو كذا يمكن أربعين خمسين متنوعين يعني أي متنوعين أي متنوعين يعني بعدها صار عندك ثقة كافية أنك خلاص تعرف إلى حد كبير إلى حد ما يعني ما أعتقد أنه صار عندنا أي كونسبت يعني عندنا معرفة فيه أو أي مجال من مجالات المطعم يجينا مثلا بروس تشور مال ما شاوي صار شوي عندنا على لقى المعرفة وبعدين مع الوقت مع الاحتكاك يعني صراحة كبارة طهات على مستوى مثل العالم العربي وغيره صراحة يعني هذا فادنا في التصميم بشكل كبير جدا وتعرفنا من مدارس أكبر يعني مثلا جينا مدارس حلقة المطاعم حقين المشاوي تجد يمكن فيه ثلاث مدارس مثل ما قلنا حقين الشورمة كل مدرسة لها طريقة في تحضير الشورمة فكثرت الاحتكاك مع هؤلاء بدنا نعرف وصار عندنا داتا بيسة وصار عندنا كمية معلومات بالطرق الأكثر فإحنا اللي يفرقنا إنه إنه ما عندنا شيف واحد صار عندنا معرفة يعني بكل الطرق حق التحضير الشورمة بطرق البروستيد بطرق البورغار المشوي ولا المجلي كذا يعني خلنا نأخذ مثال على طريقة شغلكم مع أي عميل جديد عندك ويجيكم واحد يقول أنا بفتح مطعم في أي مرحلة يجيكم هو العميل خلنا نفترض أنه عميل جديد على القطاع ولا عنده فرع سابق وش الاختلاف بكم بينهم؟ اختلاف إنه هذا عنده مشروع قائم فممكن يصير بروستس هاللي عنده مناسب فصير أحيانا نطر بعض المشاريع إحنا إذا شفنا إن البروستس حقه صحيح ولا فيه مشاكل عادي نعتذر منه نقول خذ المشروع حقه وصوه كوي بيست حلو خلنا نتكلم طبعا عميل جديد اللي ما عنده أي فرع عميل جديد إحنا نعتقد إنه المفروض إنه ما وصل المرحلة هذه إلا هو محدد يعني محدد البزنس موديل حق المشروع هلو يعني خلنا نفترض إنه مطعم مثل شوارمان يجي نقول هل عندك محلي سفري عندك بس أي مرحلة يجيك؟ المفروض يجيني قابل مصمم الديكور حلو المفروض يجيني قابل مصمم الديكور يعني بعد ما يأخذ الموقع يجيني ممكن لو جاني قابل نتفق على خطوط عريضة أعطيها المساحة المناسبة اللي يتساعد ما شو التعارض لو جاك بعد مصمم الديكور؟ لأنه مصمم الديكور ممكن يبقي مساحة كبيرة على المطبخ ولا ممكن يصغر المطبخ بشكل ما يدري عنه ممكن يعطي مساحة كبيرة ترى مساحة كبيرة للمطبخ حرام لأنه مهدر أنا يعني بالنهاية أنت مستحجر فالمساحة هذه المتر إذا ما استغليتها وما بعت منها فلوس لأن المتر داخل المطبخ ما تبيع منه فلوس لكن المفروض أنك تبيع بره خاصة لأصار عندك مثل جلسات تحتاج طاولات وما إلى ذلك فمن المفترض أنه إحنا نيجي قبل علشان ناخذ المساحة الفعلية اللي فعلاً تحتاجها للمطبخ فعلاً توجي المعطيات اللي تأخذها منه عشان تقرر أول شيء إحنا وش منافذ البيع أهم شيء عندنا شيء المنيو كامل واضح حتى الوجبات اللي أنت بتضيفها إن شاء الله بعد 6 شهور بعد سنة أعطنيها الآن عشان المعدة حقتها إذا كان لها معدة خاصة نحطوا مكان تسوي البنية التحتية توصلها مثل كهرباء ماء غاز ما إلى ذلك المنيو بمقادير أتصور كل شيء في المنيو المنيو مو بس كده إحنا نعرف ونعرف وش الأشياء اللي أنت بتحضرها في الموقع وش الأشياء اللي أنت بتشتريها جاهزة مثل عندك بردر تبتشتري الخبز ولا أنت اللي تبتسوي هذا مهم بالنسبة لو أنت بتسوي معنى توبي يصير عندنا سكشن خاص بالقسم خاص بالعجين والكمفوكشن الفرن وما إلى ذلك فيصير عندك المنيو واضح الشيء الثاني منافذ البيع المطاعم تقريبا فيها خمس منافذ بيع في عندنا المحلي في عندنا السفري في عندنا خدمة السيارات وفي عندنا الحفلات وعندنا المحلي قسمين ممكن يصير عائلات وأفراد ممكن يصير ميزان وممكن يصير تحت ممكن يصير فيه دور ثاني وممكن دورها فالطلبات المفروض أنها تبتطلع من المطبخ تبتصل منطقة اسم منطقة منطقة تجميع الطلبات إذا وصلت هذه المنطقة خلاص تبتتوزع على هذه المنافذ من المفترض أنه جميع المنافذ هذه تكون يكون الوصول لها سهل لمنطقة تجميع الطلبات مو معقولة حط المصعد في آخر المطبخ بعدين الطلبات أخذها من المنطق الأمامية للمطبخ واخد الطلب ووديه للمصعد وبعدين يطلع ممكن يبرد على ما بقى يصل وما إلى ذلك فإحنا اللي همنا بالدرجة الأولى المينيو وبعده منافذ البيع يبقى في شيء مهم بالنسبة لنا لكنه يعني صعب تجاه المشاريع الجديدة اللي هو كمية البيع يعني قديش أنت بيت بيع بورغير قديش أنت بيت بيع رز قديش أنت بيت بيع بناء علينا بنعرف حجم المعدات التي تحتاجها ما بين وقت الذروة وما بين وقات غير الذروة هذا يمكن تستفيدون أكثر فيه مع المطاعم القائمة اللي بتوسع فراتانية من خلال أما فرانشايز أو هي بنفسها بتوسع فراتانية هذا يصير مليح بالنسبة لنا لأنه هو عارف وش احتياجات وهو عارف يعني مثل افترضني الحين الهبة الجديدة من الرز البخاري على فكرة الرز البخاري يمكن خلال سبع شهور صمومة يمكن حدود الحين 22 موطعم الرز بخاري بس ليش هبة جديدة؟ قوم زمان لا والرز البخاري موجود من قديم لكنه عن حين صار ترندي على القاتل وشو سواله باكيجينج جديد والله عادلا نقوله ولكنه في النهاية باكيجينج وشوية أكشن على المنتج لكن بالأشك ان الشباب قدموا غالبهم منشو ما شاء الله يقدموا بطريقة حلوة واعتقد انه بطريقة حتى يشوف انه كثير من الشباب اللي قدموا الرز البخاري قدموا أفضل من المطاعم اللي تقدموا الرز البخاري الأصليين يعني ليش؟ والله يبدو لي انه ذلك يعني بدو يحرصون على تقليل التكاليف خاصة حقين التستر والمتستر والشيئة يحرصون على تقليل التكاليف يعني بدل ما يحط المفروض اللون البخاري اللون الأحمر يجي عن طريق الجزر الممروض ومبدو ما يحطون جزر يحطون ملونات يحطون اشياء زي كده ما شاء الله الشباب يعني صراحة قاعدين يقدمون متج بس وش مدى تأثير حجم البيعات على تصميم المطبخ؟ كمية المعدات وعدد القوى العاملة الى حد ما بس انا ما اقدر المفروض اني انا افترض عدد مبيعات معينة انا افترض ان تبيع بروستل بنحاول انطلع هي شيء يؤثر على المعدات ويؤثر على منطقة التخزين انت قديش تبيع لازم يصير عندك منطقة التخزين كافية لتخزين المنتجات هذه اللي انت بتبيعها مو معقول انت بتبيع مثلا بعشر الاف وبالنهاية منطقة التخزين تتسع لمنتجات بقيمة مثلا ثلاث الاف ولا اربعة الاف ريال لازم تكون منطقة التخزين يعني فيها القدر الكافي اللي يتساوى مع حجم المبيعات المتوقعة ونفسية بنفس القضية بالمعدات يعني كم تبيع تنتج من دجاجة في الساعة مثلا بروستل طيب هل القلاية حقية بروستل بتكفي واحدة ولا تكفي دينتيه ولا تكفي ثلاثة على حسب كم تبطلع خاصة نحن دائما نتعامل مع وقت الذروة يعني وقت الذروة العمير ما عنده استعداد يتأخر وقد يكون احيانا التأخر لعدة أسباب تأخر التسليم للطلبات إما لإهمال في عملية التشغيل يعني إهمال من الموظفين أو سوء في جودة المعدات وأداءة أو سوء في التصميم المطبخ فإحنا يعني نقول إنه حجم المبيعات له تأثير مباشر على عدد المعدات اللي موجودة في المطبخ حلو وش تسوي طيب إذا العمير هذا تصمم في المطبخ قادر عن أنه يبيع أو يطلع ألف وجبة في اليوم مثلا وبعدين صارت مبيعاته خمس ألف لأنه نسوى حملة إعلانية ولا سوى أي نشاط ترويجي زاد حجم مبيعاته اليومية ما تقدر تقفل الفرع تقول والله برمو من مطبخ لا مفيد فإحنا دائما هذا السؤال الأول سؤال إحنا بعدما ذهر نجلس مع العمير الاجتماع الأولي لأنه نقوله عطنا حجم تقدير للمبيعات اللي أنت بتبيع يعني بناء أنت تصرحش في السوق اللي حولك وتقول أنا إن شاء الله بصير مثل أفلاني بس حل التوسع وشه يعني إذا العمير هو عنده هالفرع وزادث عنده المبيعات فوق حجم الطاقة الإنتاجية حكث المطبخ فحادث نوش إحنا دائما نحرص نقدم للعمير نحط له إحنا نحط له يعني خلنه قول المبيعات في واحد ونص نضرب إحنا في واحد ونص بس ما نقدر نضربها في اثنين لأنه كده بيت تسعة المطبخ بدون فائدة لكن إحنا حريصيا نضربها في واحد ونص واحد ونص بمعنى أنه بدل ما أحط له أنا قلاية ممكن أحط له قلاية ثانية بس أصغر من قلاية الأولى بس أقول له لا تركبها حي لا تشتريها الحين خليها باسترى مكانها موجود بحيث أنك تقدر تشتري معده وتجيبها فأنت تنسوا حتى تدخل في موضوع المعدات أيضا طبعا إحنا منبيع معدات أطلاقا لأنه إحنا نعتقد أنه هذا القيمة المضافة اللي موجودة عندنا في شركة إيزا أننا منبيع معدات وهذا يخلينا أننا نحط لك احتياجك الفعلي من المعدات أنا لو أبيع معدات معناته أني ممكن نحط لك معدات قد ما تحتاجها من أجل أنك تشريها أعرفت من أجل أني أرفع الفاتورة بالنهاية لكن إحنا القيمة المضافة أننا منبيع معدات ونعتقد أنه الألف عميل اللي جونا كلهم جونا علشان هذه القيمة المضافة بس تصميمك ما يعتمد على حجم المعدات أيضا كيف؟ يعني نهاية إذا أخذ نفس القلاية من شركة ألف قد تختلف أبعاده وحجم إيه إحنا طبعا عندنا ستاندر بالعادة نحطه يعني بالنهاية طرح الاختلافات بسيطة جدا وإحنا الرعي هذا غالبا إحنا دايما نأخذ بالاحتياط بس بالنهاية طرح بيأفرق يعني إشياء بسيطة ما تؤثر يعني على ما تأثر على بروسس ولا تأثر على حجم المطبخ يعني أعرف ما ما اختلفت الشركة المفروض فيها أشياء ستاندر؟ نتعرف عليها وإحنا طبعا دايما بحكم خبرتنا وعلاقاتنا الواسعة والكبيرة عندنا شو اسموها؟ نقدم نصائح للعميل وش الخيارات الأنسب إذا ما عنده خبرة وحتى التشغيل ما تزغلون فيه؟ طلاقا حالو ليش؟ تشغيل على مجال ثاني مرة مختلف تماما دليل التشغيل والأشياء الثانية ذي كلها؟ دليل التشغيل لا ما لنا أي علاقة فيها لأنه هذا يحتاج خبرة تشغيلية يحتاج الناس يجون للموقع وأثناء عملية التشغيل ويدرسون الوضع وكذا احنا ما لنا علاقة احنا ممكن نعطي احنا اللي يعطونه فرانشايز احنا نصمم المطابخ للممنوحين الجدود فاحنا نسوي دليل إنشائي دليل للمواصفات العامة للفروض يحتوي جميع الدليل بالإضافة إلى نقدم الخرائط للممنوحين نجعل الحقيقين فرانشايز بعد شوية بس الآن الناس اللي بسهم مطعم ولا يستفيدون مخدمات شبيهة بخدماتكم سواء من شركة تيزاء أو من أي شركة أو من أي جهة ثانية يتقدم نفس الخدمة وش المشاكل اللي ممكن يطيحون فيها غير موضوع الكفاءة الانتاجية قصدك لو ما جلمنا لو ما استشار أو ما شتغل معي هو شف إذا كان عنده خبرة سابقة فبلا شك إنه المشاكل هي أقل إذا كان عنده فرع سابق فبلا شك إنه بيتلافاها بالفرع الجديد وبيعرفه من خلال التجربة إنه عنده الإشكالية خلنا نقول الجدد الإشكالية أول شي مساحات غالب للأسف تشير في مساحات إما مهدرة أول ما أحيانا يصغر حجم المطبخ إلى درجة أنه ما يتوافق مع الاشتراطات البلدية بسهل ما عندهم خبرة بالاشتراطات ما عندهم حسد عدد أنه بيقرأ اللائحة مكونة من 60 سبين صفحة فتكون الاشتراطات ما عندهم خبرة يعني مثل كلم لك أمس واحد جايني عنده مطعم كونسبت إيطالي ومنطقة التحضيد هي عبارة عن طاولة وحواظ غسيل كل شك هنا مخالفة على طول يبحظر فيها الخضار ويبحظر فيها اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء النظام لا يقول من قول منطقة بس خلنا نقول في طاولة وحواظ غسيل لللحوم الحمراء واللحوم البيضاء أيضا والخضار أيضا أعتقد الحضار تحتاج ثلاث حواظ غسيل فقد يواجه مشاكل نظامية وقد المشكلة الأكبر اللي بيواجهها في أبروسس يعني أحيانا يعني أحيانا عملية تنتاج يصير فيها خطاب تصميم المطبخ ويواجهوا مشاكل وحنا صراحة هذه من أكثر الأشياء اللي تيجينا أنه عندنا تأخير بالطلبات أخير تأخير لما تروح تشوف الموقع تجد أنه في مشاكل بتصميم المطبخ يعني إحنا نفترض دائما أن الموظف يجب أنه ما يتحرك في مساحة أكثر من متر إلى مترين بالكثير هذه المساحة فيها جميع الاحتياجات اللي يحتاجها أثناء عملية الطاية بحيث أنه ما يحتاج التحرك فيها فكل ما قللتنا حركة الموظفين داخل المطبخ وكل ما حاولت أني أجمع المراحل أيضا في مناطق معينة كل ما أنا طلعت مطبخ نموذجي أيضا مع تصغير المساحة احنا نسعى دائما إلى تصغير مساحة المطبخ للحد الأدنى لشان نستفيد من المنطقة الصالة الخارجية بس ترى تصغير المساحة مع يعني تعدد أو خلن نقول مراحل الإنتاج يحتاج شوي شغل بروفشنا يعني تحتاج خلنا أخذ مثلا لو عندي بورقر ماقلي وعندي بورقر ما شوي فالآن البورقر الماقلي وش اللي بيحتاج بيحتاج طاولة وبيحتاج قلاية صح؟ الطاولة هذه يسمون فيها يسمونه بريدينج اللي هو يأخذ الدجاجة ويحطها من على البيض والدقيق والمدري إيش بعدين يقليها طب الدجاجة منين بيأخذها؟ لازم يأخذ منطقة قريبة المفروض أن عنده جنب وثلاجة تبريد يأخذ منها الثلاجة إذا ما وفرته الثلاجة معنا تبريح بيأخذ المكان ثاني فالتركيز على التفاصيل الصغيرة هذه يقلل من عملية يقلل من الوقت المعد للتحضير ويقلل أيضا من عدد المعدات حجمه محليا حوالي 169 مليار ريال جينا لتمكين قطاع المضاعم من إنجاز هذا التحول فودكس الأولى عربيا في تقنية إدارة المطاعم بس أنا الآن من كلامك توحيل أنه الخدمة هذه غالية وأنا ما عندي صراحة تصور عن أسعار فخدمة زي كده كم تكليف اللي توقعها الشخص منه إحنا تكليف نعم يتعامل معكم أو يعني ممكن ما عنديك تصور عن الآخرين اللي يقدمون الخدمة لا هما الشركات اللي تبيع المعدات يقدمون الخدمة هذه بس ترى ما يقدمها بالطريقة هذه هو يقدم لك أنه يسوي لك تصميم مطبخ يقول لك زين أنت تقوله زين بعد يعطيكيه لأنه مو شغلته يبيع معدات طب كم لو تعطيت صور الأسعار بس أي لكن حنا لا حنا حنا يهمنا أنه أن العملية الإنتاجية بدءا من دخول المواد الخام لما تكون منتج قابل للتناول وتسليم العميل إحنا نراعي المراحل هذه كلها ونوفر بالوقت ونوفر بالمساحة ونوفر بالمعدات كل العملية طبعا إحنا عندنا الأسعار وأعطيك أعلى سعر ممكن يعني خلنا نقول مطعم مساحة خلنا نقول خمسمية متر عرفت طبعا عندنا باقات يعني في باقة الأساسية والباقة المتوسط والباقة الكاملة الباقة الأساسية يعني اللي هي تشمل عملنا اللي أنت جاي من أجله اللي هو تصميم المطبخ ورسم خطة الإنتاج وتنزيل المعدات أقول لك هذا القسم هذه طاولة ارتفاع الطاولة كده ومقاسة كده ومواصبات الطاولة كده وهذه صورتها وهذا حوض الغسيل ومقاساته كده كده يعني هذه أنت جاي من أجل يعني العملية كلهم تراجيين من أجل الخدمة الأساسية هذه هذه تكلف 29 ألف تقريبا مساحة خمسمية متر حلو وسنت بطر مساحة المطبخ الباقة الثانية وشي جاي أقل كلها أقل هذا أعلى شيء ممكن محل مساحة خمسمية متر أي طبعا ما زاد عن خمسمية احنا نعطيه يعني كوتيشن خلاص حلو فشم يطلب أكثر من الباقة الأساسية هذا الباقة الأساسية هي هذه طبعا مو سعرها هذه هذه ترى اللي أنا عطيتك الباقة الكاملة الـ 29 أوكي خلقوا شيء الباقة الأساسية هي تشمل تصميم المطبخ في الكامل وتوضيح جدول للمعدات في موضح لكل المعدات اللي موجودة في المطبخ بالصور وبالمقاسات وبالأسعار أي ممكن نعطيكيها أنا التقدير بس احنا ما نعطيك الأسعار لأنه احنا ما دري انت بتروح لهم حق لستيل ما دري في واحد يحط لك ستيل 300 واربعة وفي واحد يحط لك ستيل جودة أقل ما دري عنك هذا شيء يرجع لك لكن احنا نعطيك تصميم المطبخ بالأقسام بالمعدات اللي موجودة فيه جميع المعدات اللي انت بتحتاجها وتشتريها فأنا أجيك يقول لك هذه الباقة الأساسية حلو فأنا ممكن أدفع إلى 29.000 على محل أجل لا هذه الباقة الأساسية هذه ممكن نتكلفك أقل هل تكتظن في باقات أعلى منها في باقتين على الحين ايه أنا تتكلفت أعلى شيء هذي أنا أعطيتك سعر على شيء بسمي بسعر الباقة الأساسية بسعر الباقة الأساسية كم أجل أقل بكثير كم يعني أعتقد يعني حددت 15 كذا خلو وش البقاء تجد طيب في باقة أعلى منها أني أوضح لك يقول لك هنا تحتاج نقطة غاز هنا ما هنا تحتاج صارف هنا كذا يعني وخذي ليش باقة الحالة باقة أعلى لأنه بعض الناس يقول لك أنا عندي مقاول أنا عندي وعندي مؤسسة مقاولات أنا عارف الكهرباء عارف أحط ماء وغاز أنت بس قسم لي المطبخ حط لي الطاولات حط لي حوض غسيل وزعوا لي وزعوا صحيح ساموا وأعلى باقة اللي أعلى منها لا أعطيك معها جداول الكميات حيث أنك تأخذ المخطط وتعطيه المقاول يعطيك تسعيره يعني تأخذ المخطط وعندك ثلاث مقاولين كل مقاول تعطيه المخطط ويقول لك هذا المطبخ بيكلف كده وهذا بيكلف كده يعني قابل للتسعير يعني مخطط كامل فيه جداول الكميات كم تحتاج من متربلات مش تحتاج تكيف أنظمة التاهوية وسحب الدخول هذا هو أعلى شيء اللي قلت لك بتسع وعشرين هذا للناس اللي ما عندهم خبرة غالبا ما عرفون شي نهائيا ولا عرفون شو لا ويقول لك أنا أبغى سعر أنا ما عرف مقاول كويس أبغى أحط لي ثلاث مقاولين أعطيهم المخططات ويقول لهم سعر سيم قسم بهذه الطريقة للناس يعني حسب خبرات تفاوت الخبرات صح شلون يعني حسب الباقة الأرخص أفترض أن الناس اللي عندهم خبرة أعلى من اللي يخذون الباقة الأغلى أولا يعرف مقاول كويس إحنا إذا قلنا إحنا دائما ترى نسأل يقول أنا ما عرف ألا ويش الباقة المناسبة نقول إذا أنت تعرف مقاول كويس رح لأما الباقة الأساسية ترى تكفيك ما تحتاج تأخذ الباقة من توسط أو الكاملة الكاملة هذه برضو تودون المقاولين ولا لا هي الباقة الكاملة هذه هي اللي تأخذها وتعطيها المقاول يعطيك سعر بسبب أن البحث عن المقاولة هذه مهمته مهمته ما العلاقة ما تعاملون مع مقاولين لا ما نتعامل إحنا حريصين إنما نتعامل مع أحد ينفذ قدر ما نستطيع علشان ما ندخل بموضوع إن كانت وديتني لفلان عشان تأخذ منه نسبة فأطالع من تنفيذ والمعدات وهذه إحنا نواجهها يعني مشكلة يعني قبل فترة إحنا كنا نرفق مع المخططات أسماء مجموعة من الشركات إحنا نرى إنه عملهم كويس وجيدين والله ما نأخذ منهم هلا لا وبعدين جونا ناش قال لها نتحطن هذا علشان نكتب تأخذ منه نسبة تعرف أفضل نصايت وقالت لنا نكتفي بالتخطيل فعلا أفضل خلاص أنا أعطيك المخطط وتروح تنفذ وتصور سعر مناسب للشخص خاصة الشخص اللي معنده خبرة نهائيا لأنه لو ما يعني استعمل خدمات زي كينا بيدخل بجدران لو ما أخذ نفترض أغلب المطاعم ووجبات السريعة مثلا مساحات خلنه قول مية وعشرين متر بيأخذ أحسن باقة ترى ممكن بعشرين ألف تساطا يعني أرقامنا مية كبيرة أنا أعتقد يعني مية كبيرة يعني التكلفة المباشرة قد تكون كبير لشخص يحاول أسس مضعم تو وبادي لكن لكن احنا نجزم أنه توقع توفر عليه من المخالفات جدا وكل شيء واشترطات واشترق الإستاح كل شيء يصير مطبخ مره واضح من نسبله انذكرت موضوع التهوية قبل شوي بعد كنا نسؤال فيها طبعا إيه إحنا طبعا هذه طبعا من من الفرص التجارية وأنا أعتقد أنه تكلمت عنها قبل فترة بسناب أنه اللي هو أنظمة سحب الأبخرة الآن أنت ممكن قيمة شهور بدخلت المطعم حين أنت شمريحة صح ولا إذا جيت تدخل من المطعم تلقى الباب مفتوح في سحب هو يا أما أنه يصير فيه سحب قوي ولا يصير ولا يصير فيه رواح تكدس للأبخرة داخل المطعم عمليات سحب الأبخرة في المطعم هي عبارة ثلاثة أجزاء في عندنا الجزء اللي فوق المعدات هذا إحنا نسميه هود وبعدين فيه المجاري حق اللي يمشي من عندها الدخان هذه الدكت وبعدين فيه أعلى شيء فوق هناك والشوء المروحة اللي تسحب ثلاثة أجزاء اللي صاير الحين بالسوب أنه لا يوجد شركة تأخذ أعتقد أنه فيه شركة واحدة فقط وإحنا اللي عطيناهم بعد الفكرة وإحنا اللي اللي خير يشتغلوا عليها أنه لا يوجد شركات تشتغل هذا البكيج بالكامل الحين أنت تروح لمحق الستلستيل يفصل لك الهود ويركبه ومعضي يجي حق الدكت يفصل الدكت يثبته بعدين تروح لمن اللي بيع مراوح تشتغل تقول وش المروحة ممكن ينصحك ممكن يقول ما أعرف حتى بالبيت صارت لي مضبوط وبعدين تركب المروحة فوق بعدين ممكن تصير مروحة قوية ممكن تصير ضعيفة بعدين إذا صار عندك رواحة تبلش تروح لمحق الدكت يقول يا أخي الدكت عندك كويس ما في تنسيم ما في تهريم ما في شي تروح لمحق المروح يقول كان مروحة شغالة ما فيها شي حق الهود يقول لك هذا الهود في شي ما فيش فأنت ضير فطبعا إحنا في إيزا مع الباقة الكاملة نسوي لك تصميم النظام التهوية مش بتسوي يعني غير أسوي لك التصميم التصميم هذا نعلم كم مقاسات الهود وكم مقاسات الدكتات اللي تحطهم وكم قوة المروحة والضغط حقالي أنت بتشتريها قصدك أنه الشخص هذا اللي يواجه مشكلة ولا قدر يطلع سبب الخدم أنه ضايع بين الثلاثة لأنه راح نفذ هنا وهنا وهنا بدون مخطط حلو لأنه قصدك التصميم الثلاثة أجزاء هذه ما كان متوافق مع العمليات اللي قاعد تسوي نعم فأحنا طبعا إذا سوينا المخطط يقدر ياخذوا العميل لو سواوا عند ثلاث شركات ما عنده مشكلة بس يلتزم بالمخطط فينفذ الهود والدكت ويشتري المراوح نفس اللي مكتوب له بيطلع عنده نظام التاوي وين حطك برهود ودكت لا مو شرط أحيانا ما يصلح وقوة مروحة وشو يصير لا ممكن تحط شيء كبير أحيانا يبدأ يسحب التكيف عليك كله يبدأ يصير حر بالمطعم عارف فهي تحتاج شوي يعني توازن بس أنا أقصد أقول أنه لو جات شركة الآن هذه من المجالات الحلوة مرة متازرة وغير مكلفة أنه لو جاء واحد يقول لك تعال أنا يجيب له مهندس ميكينيكي يقول لك أنا أصمم لك نظام التاوي بالكامل ونفذلك بالكامل إذا زادت إذا فيه روائح المسؤول إذا فيه سحب قوي أنا المسؤول هذا عليها طلب كبير الآن في سؤالك ما عليها طلب بس الناس قاعدت عاني لأنه وشلون يطلبوه ما فيه أحد ما فيه واجهة لهم ما تقدر بس كل الناس تأذية من موضوع التهوية تروح لمواجد كلهم عندهم مشاكل فالحل أنه تطلع طبعا شف هي فيها صعوبة الصعوبة في الحصول على مهندس ميكينيكي عنده خبرة في نوعيات الأبخرة لأن عندنا نوعيات الأبخرة تقريبا عندنا نوعين أو ثلاثة نواع الأبخرة الصاعدة من عملية الطاهي في عندنا أبخرة مشبعة بالزيوت عندنا أبخرة هذه مشبعة بالزيوت زي القلي وفي عندنا أبخرة مشبعة فقط بالماء زي طبخ زي سلق الرز وما إلى ذلك وفي عندنا أبخرة مشبعة بالزيوت وثاني كسيد الكربون زي المشاوي أعرفت؟ وش تأثر على تصميم هذه لا علاقة بقوة المروح ولا علاقة بحجم الدكت ولا علاقة أيضا بنوعية الفلاتر اللي تكون في الهود فالمهندس الميكانيكي لما يصير عنده خبرة في نوعيات الأبخرة هذه زي يستطيع أنه يقدر يقدم لك تصميم يتناسب مع نوعية الأبخرة الصاعدة من أعملية الطهي فهي الصعوبة في الحصول على مثل هذا النوع من المهندسين أوكي وإلا يعني ممكن أنت ما تحتاج حتى تنشئ مصنع يعني تحتاج أن يسير عندك مكتب وجاك المخططات خلنفترض عندك المهندس الميكانيكي يسوى لك المخططات تكلم على شركة يعني إكس يعني شركة خلننقول عادي أسماء شركة ماجد مثل يسوو لك الماجد متخصصين بالسلسطيل تكلم مثلا على ماجد أو على كوادر الجزيرة تكلم وممكن يسوو لك يسوو لك الدكت والهود وتروح لم شركة الحقباني ولا الشركة السعودية للمراوح وتشتري منه المراوح اللي موجودة قوتها في الدليل اللي يحطه لك المهندس خلاص صلى الله وبارك ما تحتاج أن يسير عندك مصنع تحتاج فنيين تركيب فقط مثل فنيين ثلاثة ومهندس ميكانيكي مشروع مرة منتز أفلام الخيال العلمي مليانة أفكار وتقنيات مو موجودة اليوم من نظارات تنقلنا لحياة مختلفة إلى الروبوتات اللي تحكم العالم في فيوتشرتك نجلس مع الخبراء عشان نعرف واقعية تقنيات أفلام الخيال العلمي هل نقدر نوصل لها ولا لا لا يوجد شيء يمنع لا لا قابل وصلنا ما راح متقدمي إذا استطعت أنك تضييب آلة تستطيع أنها تتعلم قد يكون أحد أساليبها اللي تحتاج تطورها القدرة على التلاعب في البشر وما أستغرب أن هذا الشيء يعني يستمر في تطوير ولكن ممكن يكون فيه ثغرة ما كان عندنا تصور أنه ممكن بثورة رزمية بسيطة تجي على جسمك وتحس فعلاً أنه فيه شيء يعني الضخم قاعد يهزك فهذه مشكلة كبيرة جداً إيش الدافع مو زادة كائلاً زيادة موارد هذه تابعونا على قناة تيك على اليوتيوب أو دوروا على فيوتر تيك في برامج الواركاست جميل أنا أريد أن تتكلم برضو عن نوع ثاني من المطابخ اللي هو المطابخ مركزية اشتغلت فيها طبعاً صحيح كثير مين اللي يحتاج المطابخ مركزي واش اختلافاته تكون عن المطابخ رجوها الارضة؟ طبعاً أول شيء بالنظام ما فيش يسمه مطابخ مركزي فيه عندنا مصنع غذائي وفيه معمل لإنتاج المواد الغذائي هذا كنظاماً كنظاماً المصنع الغذائي يقام في المدن الصناعية والمعمل حق المواد إنتاج المواد الغذائية ممكن يقام خارج المدن الصناعية هذا المطاعم واشتغلت من ذلك؟ طبعاً قبل ما نقول إحنا المطاعم من هو اللي يحتاج المطابخ المركزي إحنا طبعاً المفهوم للمطابخ المركزي هو أنه مطبخ يقوم بالإعداد بتحضير المنتجات الأولية تقطيع اللحم تقطيع الخضار إعداد الصوصات الأشياء ذي ثم تسلم للفروح إحنا نفترض أن عندك أكثر من فارع فتروح تسه فبدلاً من أنه يكون عندي في المطعم كل مطعم أحط فيه قطعة خضار وحط فيه منطقة تحضير الخضار ومنطقة تحضير اللحم ومنشار اللحم ومدري إيش أشياء هذه كلها خلاص أستغني عنها كلها تجينا المواد محظرة حتى أحتاج أنا مساحة أقل في الفروح أحتاج معدات أقل ما أحتاج أن يحط طاولات ومدريش وأحواض غسيل حتى ما أحتاج عمالة ما أحتاج شيء فتجيهم المنتجات المحظرة من المطبخ المركزي هذه هي فكرة تصل للمطبخ المركزي بس إحنا متى نحتاج للمطبخ المركزي أنا وجهة نظري هذه تحليلي من خلال الإطلاع والاستقرار بأنه ما تحتاج أنت المطبخ المركزي إلا لما تصل للفرع العاشرة أو 11 تقريبا أو مبيعاتك تتجاوز سنوية مثل 10 أو 11 مليون وجهة نظري إذا أنت أقل من الرقمين ذوي ما تحتاج مطبخ مركزي والأفضل لك أنك تسوي تحضير منتجاتك إما في أحد الفروع يكون مساحة كبيرة شوي فتخليه مرعم مع منطقة تحضير وشي هو المطعم هذا اللي يوزع الفرع؟ إيه بس ترى يعتبر نظاما مخالف يعني نظاما غير ما يعتبر يعني سنيم يعني ويعتبر مخالف وإلا تخلي بكل فرع يعني في منطقة تحضير حتى لوصل الفرع الرابع الخامس وجهة نظري ليش أنا من خلال الطلاع والاستقرار أخي مشهور لاحظت أنه مثلا أبعطيك مثال مطعم خلنا نجيب يعني مثال مطعم زي ماما نورا صح؟ ألا شك تحب ماما نورا لا لا عادي والله أكيد يعني أعتقد أنه أحنا جواعنا المناس في الحلقة دي كلهم يكرشوا أربع لأنه لقيت ماما نورا كلين يعرف أصلا تلقائي حتى الجديدين الجيل الجديد والقديم يعني فخلنا نقول عنده الآن ما أدري كم وصل المفرع بس خلنا نفترض أن نوصل ثمانية ولا تسع فروع أو عشر فروع عنده الآن تحضير الخضار أو تقطيع الخضار يعني الخضار اللي بيحتاجها للمشاوي الخضار اللي بيحتاجها للأفطار ومدري إيش لوجبات الأفطار ولا للشورمة إذا يحتاج أنواع من الخضار كل عملية الخضار للفروع العشرة هذه وحد عشر كلها تحضير الخضار هذي بأتملة والسلطات والمقبلات ومدري إيش وش تتوقع أخي مشهور كم يحتاج من ساعة علشان يحضروا الخضار هذي يقطعها حقة الفروع كلها بشكل يومي أنت بتودين الفروع دي كلها كم فرع؟ خلنا كل حماما نور حد عشر فرع ما أدري كم وصل الأمس توقع عشر حد عشر كم يتوقع؟ أنا وجهة نظري توقع أنه أربع ساعات أربع ساعات وقت كستك؟ أربع ساعات أربع ساعات يحضر الخضار كامل حقة كل المطاعم هذي وما منور كبير يعني المطبخ المركزي اي يحضر يعني يعني الآن منطقة تحضير الخضار اشتغلت بليوم أربع ساعات معناته كم باقي؟ باقي عشرين ساعة فاضية منطقة خلاصوا حضروا الخضار وانتهوا وش زينون وعندنا منطقة تحضير اللحوم وعندنا منطقة تحضير مدري إيش وش النقطة اللي بتوصل لها ما فهمت؟ النقطة اللي بأصل لها أنك ما تحتاج المطبخ المركزي أنا حرام أني أنا مستاجر موقع وباني علشان أشغل هالقسم هذا لمدة أربع ساعات فشفت شلون يعني الاحتياج للمطبخ المركزي أنا لما أصل إلى استغلال كفاءة يعني لازم أرفع من يعني أو خلنقول نصل إلى الاستخدام الأمثل يعني أنت لما تشتري معدة وهي تنتج مثل خلنقول مئة ألف كاس زي هذا وانت تنتج منها عشرين ثلاثين هل هي مربحة بالنسبة لك؟ صح طيب أنت الآن لما تحضر خضار كل اليوم تحضر كل فروعك وبنهاية تأخذ بعض الشباب يسوي مطبخ مركزي عنده له ست سبع فروع الخضار كلها ما تأخذهم له ساعة طيب خلاص معناته أن المنطقة هذه ندافع عليها إيجار ندافع عليها رخصة بلدية ندافع عليها للزكاة والداخل وكلها وعلشان بس نص ساعة مدري ساعة أنت قلستك إذا ما قدرت تشغل مطبخ مركزي إذا ما قدرت تشغل على الأقل وجهة نظري المدة ما تقل عن عشر ساعات وإلا ما في فايدة الأفضل أنك تلجي الخيار آخر أن يكون داخل الفروع بس هذا كويس بس مخالف يعني مش توي طيب؟ هاي ومتازر تسوي هذه من اللي قلت لك قبله شوي أنه ممكن تكون فكرة جميلة ما شفتها لكن ممكن واحد يسوي مطبخ مركز يؤجر بالساعة يؤجر بالساعة أجي لم وأنا وخلاص لمدة ثلاث ساعات أربع ساعات أحضر منتجاتي وتوكلها له هذي مسموحة نظامية؟ ما أعتقد فيها بدأت تلاقم مشكلة ما له علاقة ومطلع رخصة مطبخ مركزي خلاص هذي يحضر منتجات ما عنده مشكلة هذا تصوري دخلنا نهاي النقاش على موضوع المطابخ السحبية دخلنا شوي عليه خلنا نلف على كل المطابخ اللي موجودة في الدنيا مطابفية ذكرتلي قبل ما دخل مطابخ السحبية شبعناها من شاء الله نقاش في حلقة سابقة اللي تؤجر خلنا نقول أن مطابخ السحبية هي أكثر من نوع يمكن ترى تصل ثمانية تسس عنوان بس خلنا نقول نوعين الشائعات اللي موجودات عندنا هنا هو المطابخ السحبية العقارية اللي واحد يأخذ له موقع مساحته مثل ألف متر ويقسموه الأربعين براند كل براند خمسة عشر عشرين متر مربع ويأجر على الناس ويأخذ عمول يأخذ عمول على المبيعات ويأخذ قيمة الإيجار وفي حد أعتقد اللي يفوتين الكهرباء أو الماء يقول كذا زاد الكهرباء عن كذا تدفع متكدل في مخالفة شائعية يرتكبون هل يسون النوع؟ لا مو مخالفة بس أنه بعد ما طلع المطابخ السحبية أنشئت بدون لائحة فبعد ما طلعت اللائحة أصبحت المطابخ السحبية الموجودة الآن وفق اللائحة الجديدة مخالف وش المخالفة اللي فيها؟ المخالفة اللائحة تقول أنه يجب أنه كل قسم يجب أن يرفق معه منطقة التخزين ليش طيب وش يفرق أن يكون في منطقة التخزين المركزية وخلاص؟ عد اللي عد اللائحة ما أفكر وأعتقد أنه المفروض أنه عادي يسير في منطقة التخزين مشتركة بس هم هشاروا إلى أنه كل قسم يجب أنه وجميع المطابخ السحبية العقرية الموجودة حالياً لا عندها منطقة تخزين واحدة عبارة عن رفوف كل مطعم يعني له رف خاص فيه فأصبحوا مخالفين من هذا الاتجاه بس المفروض أنه أي واحد يبيصمم الآن مطبخ سحابي عقاري يجب أنه ينتبه إلى هذه الجزئية أنه يجب أنه يكون كل قسم مرفق معه منطقة التخزين طبعاً ما حدد مساحة باللايحة بس خلنقول أنه تتسع إلى رف يعني مثل خلنقول بطول يعني مثل متر وعشرين مع ثلاجتين واحدة تجميد واحدة تبريد ودخلت بتصميم مطابخ السحبية ايه صحيح مطابخ السحبية العقارية وحتى الذاتية وش اختلافة بين طبعاً الذاتية احنا تتكلم عن مطابخ السحبية هذه العقارية تتكلم عن الذاتية أنه أنا مثلا عندي أربع برندات أبشغلها من مكان واحد عندي مثلا بروست وعندي بورقر دجاج مقلي وعندي خلنقول ستربس هالي قطع دجاج هذا بران خلنقول عندي شي ثالث ما له علاقة كوكزي يعني مثلا كلما بطلع من هذا المكان هذا مطبخ السحبية هذا طبعاً نظاماً ما طلع له لايحة طلع لايحة للمطابخ السحبية العقارية لكن هذا ما طلع له لايحة حتى الآن اوكي فهي احتمال تجي لايحة تخلي الناس يشتغلوا فيه مخارفين ممكن بس طبعاً عددهم قليل صراحة ان اللي يشتغلون الغلبي يشتغلون هي ميزاتها ان ما فيها يعني طبعاً هي المفروض انك تشتغل بنفس المعدات وبنفس العمالة وتطلع كل البرندات هذه من نفس العمالة ومن نفس المعدات إذا ما حققت هذا الشي ولا ما له فايدة طبعاً وش الخلاف اللي شفتوا بين مطابخ السحبية ومطابخ اللي بالفروع طبعاً الشباب الآن يسمون المطبخ المطعم لو افترضاً عندي مطعم مثلاً أنا معجنات وله نافذة فقط على الشارع يعني ما فيه منطقة استقبال مجرد نافذة بس سمونه سحابي ومو بهذا سحابي السحابي يجب انه يكون الموقع فيه اكثر من برند موقع واحد فيه اكثر من برند ليش؟ هذا هو السحابي ولا ما استفدنا يعني خلق انت إذا انت مكان واحد وفيه مطعم واحد قلاص مطعم عادي ونفس المطعم القديمة يعني شفرقك يعني بس الفرق انه ما صار عندك منطقة استقبال حطيت نافذة الناس بدل ما هي تجلس على كونتر بس مع النافذة يعني بس ما صار فيه فرق لكن المطبخ السحابي يعني اعتقد انه معيارين المعيار الاول انه يكون اكثر من بران هذا المعيار الاول والمعيار الثاني انه يكون انه يكون بنفس المعدات بنفس فريق العمل وقدر المستطاع نفس المواد الخام اطلع منها اكثر من منتج اكثر من براند يعني عندي براند مثلا خلنفترض بالبورغر عندي بورغر دجاج وعندي ستريبس وخلنقول عندي بورغر لحم ما عندك مشكلة البورغر اللحم خلنقول عندنا نوعين النوع كلاسيك العادي والنوع الجديد هذا اللي حطونه بالقصدير وكذا نفس المواد الخام لكن طلعت براندين براند بالقصدير وبراند عادي يعني كلاسيك عادي طبي كذا زي حق همبرغيني او بورغرايزر وغيره والثاني نفس المواد الخام ممكن اختلاف الصوص هنا تكتم المعادلة ان هذا مطبخ سحابي وهنا لان المطبخ السحابي اذا ما فيه كفاءة باستخدام المعدات والوقت والمساحة والقوة العاملة وإلا ما استفدت ايواء يعني انا نفس المعدات هذه خلينا باتك مثال واحد من الشباب عنده مساحة تقريبا خمسة في عشرين وكان صغير مرة المعدات هي نفسها الصباح يطلع براند خاص بالفطور من نفس المعدات نفس العمان عرفت؟ من العصر ومن الظهر وتحت عنده براند بورغر نفس المعدات يستخدم وبراند بورغر مشوي ومقلي المشوي براند والمقلي براند عرفت؟ نفس العمان ونفس المعدات ونفس المساحة ونفس كل حاجة لأنك أنت الصباح الفترة الصباحية الآن قاعد تدفع عليها ايجار صح ولا لا؟ صح وتدفع على المساحة ايجار وتدفع فوتير كهرباء وتدفع مدري ايش كل شيء رفع كفاءة الاستخدام هذا هو معيار المطبخ السحابي جميل ودي أعرف قول ما نختم بس عن موضوع الفرانشايز الناس اللي بوينت توسعون عن طريق الفرانشايز شلون نتعاملون معهم هلو يختلف عن الناس اللي ايه طبعا كيد نحن يعني نعطيهم كوتيشن وتسعير خاصة حكم انه عندهم من المفترض انهم بيبيعون يعني فروع اكثر فاكيد لهم تسعير مختلفة على الناس الثانين احنا خلاص نقول انه العميل انت منحت اكس من الناس خلال نقول في منطقة توبوك اعطيته فرانشايز خلاص منهم مفترض انه يختار الموقع بناء على المواصفات اللي موجودة احنا نسوي الدليل الانشائي للمواصفات بس قبل ما ندخل في النقطة دي انا بسألك الان واحد بياخد مثلا واحد يبغي يتوسع في مطعم عن طريق الامتياز التجاري شخص هذا بياخد حق الامتياز ويبدأ ينشئ فروع جديدة وش التعديلات اللي عادة انت تضر تسويها في تصميم المطبخ الاساسي حق مانح الامتياز اللي بعدين تنفذ في الفروع الجديدة احنا من المفترض انه نشوف المطبخ الاساسي اذا ما في مشاكل فخلاص احنا نعدل طبعا المشاكل الموجودة ونتفق احنا والمالك على البروسس الصحيح او خطة الانتاج الصحيح لعملية الانتاج بالكامل طبعا يختلف اذا كان هال المانح يبيعطي الممنوح المنتجات يبيجيب له الممنوح ولا الممنوح هو اللي بيحضره منتجات داخل الفرع هنا في اختلاف المانح يكون عندهم مطبخ مركز ايه ممكن يبيورد للممنوحين وبيخليهم يشترون منه المنتجات وكذا ممكن احيانا لا يصير الممنوح هو يسوي كل الاشياء ممكن تجي المواد الخام بس فقط غير محضرة وما الى ذلك فاذا عرفنا الشيء هذا خلاص من المفترض ان الممنوح اخذ الموقع يجي لهم شركة ايزا خلاص وفق عقد وفق مبلغ هو عارفه من البداية انه يعني هذا المبلغ اول التكلفة مكتوبة من ضمن تكاليف منح الامتياز فييجي لهم منه يسوي لنا رفع مساحي الموقع ويرسل لنا احنا نسوي جميع الخرايط وخلال من المفترض ما تزيد المدعان لعشر الى احد عشر يوم يستلم العميل المخططات بحيث انه يصير قادر على تنفيذه هل هل كان في عندكم مثلا مرة تاريكم حال ان المطعم هذا اللي بتوسع عن طريق الامتياز التجاري كان مطبخه كفاءته عالية لكن ثرته تسوون تعديلات عشان يقدر يتوسع لهم خلال الامتياز ولا مجرد انه خلاص كفاءته عالية في فرع يقدر يتوسع المية فرع بدون بدون ما يرجع بدون ما تعدي بدون ما يرجع هو الاشكالية هنا اذا افترضنا انه بيلقى نفس المساحات وبنفس الاتجاهات بكل المناطق يعني هل يحتاجنا لكل فرع يعني جوه الناس قالوا انه بنسوي نموذج وخلاص هذا النموذج اذا غلق سنته احنا نعطيه اي واحد ممنوح اي ممكن بس انه بشرط انك لازم تلقى هال مساحة هذه بكل المواقف يعني مثلا خللنا افترض انه خمسة في عشرين خلاص يعني هذا المخطط جاي على خمسة في عشرين خلنو قلنا تجاوز انه ممكن يجي على ستة في عشرين لكن لو جاء مساحة مثلا ثلاثة في عشرين شو يسوي احنا تؤكد في اختلاف بالوبروسس هل هو بيجتهده من نفسه ولا لا فانت تقول ممكن اللي يتوسع من خلال امتياز التجاري ان يكون عنده تصميم لأكثر من مساحة ما يقدر لانك ما تدري وش المساحة لك مم معقولة بتحط عشرين ممكن يجي كلمة حالا حيانا بالعرض بدل ما هو بالطول يعني بدل ما هو بالعمق داخل عشرين ممكن يجي يفتح عشرين خلاص لازم يسوى له يعني يعني يسوى له اللي آوت أو خرائط جديد تتوافق مع المساحة الموجودة هل يسير يمنح امتياز يقول انه عندي تصميم الاربع مساحات هي اللي يقبل فيها ممكن ممكن هو يحط بس انه بالنهاية ما تضبط دائما بس انه ممكن ممكن يحط يعني كذا كذا نموذج بس الاصل انه كل واحد ياخذ حق الامتياز هذا المفروض انه يجي يصمم كل ذا لانه يختلف لانه احيانا مثل احيانا يصير فيه اعمدة الموقع اللي انتخذت فيه اعمدة كثيرة فانت ما تبقادر الممنوح مو قادر يتعامل مع الاعمدة هذي شون يسويها فيحتاج معالجة ايضا بعض الشركات اللي تمنح يصير عندها نماذج للفروع عندهم A و B و C A مثل هذه فروع كبيرة فيها مثل عدد جلسات يزود عن مثل 20-30 B تجدو فيه جلسات بس محدودة الفروع هذه C تتطلب مساحات أقل وما فيها تكويه وتوصيل وما إلى ذلك فاحنا ممكن نسوي النموذج للثلاث النماذج هذه وبناء عليها يتم يعني تنفيذ الموقع جميل الله أعطيك عافية يا قوي صالح احنا استطلقتنا الناس كثير كانوا يتكلمون دائما عن هذاك المستشار اللي يعلمهم شون صمو مطبخ من سعيدني قولت واحد الخير أن يتكلمنا أكثر عن العملية هذه لأنه جاءنا طلبات كثير على الناس اللي تابعنا حلقات مطاعم أنه تعمقوا أكثر ودخلوا بتفاصيل أكثر كيف تأسيس المطعم كيف إن شاء الله الآن الظاهر كل أسبوع يفتح لك 20 مطعم ففي قبال كبير على هذنو المعلومات فشكرا أنك أثرتنا فيها وسعدنا جدا باستضافتكم شكرا جزيلا أخي مشهور وما قصرت وأشكركم على الدعوة الكريمة هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم شكرا للمتابعتك الحلقة إذا أعجبتك أتمنى تدعمني بالنشر والتقييم وإذا عندك ملاحظات يلي تشاركني إياها على حسابي في تويتر أو إيميل البرنامج شكرا لفرق سوالف بزنس في الإعداد محمد الحقباني خلف الكاميرات ياسر بن غانم في التحرير مرمض بيبان وجميل عبدالأحد وفي الهندسة الصوتية عبدالعزيز المزي وفي إدارة الانتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاع الثمانية سحر سليمان كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع